بدون شك المستشاريين حول رئيس بايدن المستشاريين السياسيين يفكروا دائما على الانتخابات القادمة ولكن لازم نتذكر أن أي تأثير في ثمن النفط الآن أقل من شهر قبل الانتخابات لن يكون هناك تأثير على ثمن النفط في محطة البترول ولذلك ليس هناك كثير من التأثير لأي قرار في أوبك بلس الآن على الانتخابات الأمريكية لا أقول أن هذا غير مهم يعني في الجراية الأمريكية في تلفزيون في تويتر وحيك المصوتين سوف يسمعوا ويعروا إلا الكلام عن السعوديين ددنا السعوديين ترفع ثمن النفط ولكن عندما الأمريكي العادي يروح إلى محطة البترول أعتقد أنه لا يرى أي تخيير في ثمن النفط ولذلك أعتقد أن هناك كثير من المبالغة في الكلام عن الأسباب الانتخابية للرد فعل في واشنطن للقرار أوبك بلس أعتقد أن الرد فعل الشديد بسبب أهمية الحرب في أوكرين بالنسبة لإدارة بايدن وكما قلت أمريكا في الماضي توقعت تأييد من السعودية في القضايا المهمة في السياسة الخارجية في السياسة الدولية في حرب الباردة وفي بعد 11 سبتمبر وفي كل قضايا مهمة والمشكلة الآن أعتقد أن الأمريكان وخاصة السياسيين لا يعترفوا أو لا لا يعترفوا بالتحولات الدولية التحولات في التوازن القوة ويتوقعوا من السعودية شيء عادي من الماضي ولكن صعب الآن شكرا